ايجاد مسارات امنة فورية لعودة الطلاب العرب الى مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات بات مطلب الساعة من قبل نشطاء اكاديميين واجتماعيين ورجال سياسة والذين طالبوا وزير التعليم ومجلس التعليم العالي بضرورة تأمين عودة امنة لطلاب الجامعات والكليات الى مقاعد الدراسة لا شك ان عودة الطلبة الجامعيين الان مع الافتتاح القريب لجامعات ولمؤسسات التعليم العالي هذه العودة تترفقها حالة توتر كبيرة بالنسبة لامن وسلامة طلابنا العرب والسبب في ذلك هو حملة التحريد المستمرة منذ اكثر من شهرين على طلابنا وهناك تحريد واضح الحديث عن طلاب حتى بلغة الارهابيين وبلغة داعمية الارهاب وبالتالي نحن في قيادة لجنة متابعة ومتابعة قضايا التعليم العربي توجهنا الى رؤساء الجامعات الى رؤساء الكليات يجب فعلا اخذ كل ادوات واسليب الحيطة والحذر وضمان العودة الامنة لطلابنا الى الكامبوس الجامعي هذه المطالبات جاءت استنادا لنتائج استطلاع كشف عن معطيات مقلقة حول تخوفات الطلاب العرب في اسرائيل من العودة لدراساتهم عاد عن تخوفاتهم الشديدة من العودة الى مساكن الطلبة وذلك بعد المضايقات والتضييقات التي تعرض لها الطلاب العرب بعد احداث السابع من اكتوبر والحرب المندلعة منذ ذلك الحين اضافة لدعوة بعض الطلاب للجان الطاعة وتهديدهم او فصلهم من دراساتهم دون اية انذارات مسبقة لا شك ان ظروف اللي نتجت بعد الحرب المتواجدة حاليا وما زلنا في هذه الحرب لا شك انها ظروف صعبة جدا مش سهلة تؤثر بشكل كبير جدا على كل ما يتعلق في مكانة الخرجين والاكاديميين في الجامعات وهذا التأثير مش بس فقط تأثير من ناحية نفسية ومن ناحية شعورية وانما ممكن يبكى اصلا تأثير عملي وحنا شفنا حوادث اللي ظهرت سابقا مثلا في كلية نتانيا وممكن للأسف يعني اللي شفناه في كلية نتانيا ممكن يكون المثال المصغر لامور ممكن تحدث لاحقا فيه تضييقات وفيه هجوم مش بس تضييقات هجوم على الطلاب العرب الصراحة يعني وانه الواحد يروح على الجامعات الجامعات اللي هي الجامعات نفسها اصبحت يعني بؤر للتطرف فيه سعار عام في اسرائيل ومش غريب جدا انه الطلاب العرب يتحملوا مضايقات قوية جدا ففعلا هاي المطالبة لازم تكون مطالبة جدا 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 مهمة هذا وطلب الناشطون الاكاديميون رؤساء المعاهد العليا بيخذ نتائج الاستطلاع على محمل الجد وضرورة العمل سريعا للحد من هذه التخوفات النابعة عن نهج خطير غير مسبوق من قبل المعاهد العليا في تعاملها مع الطلاب العرب مضيفين ان نتائج الاستطلاع تعكس الحالة التي يعيشها العرب في البلاد هذه الايام وبالاخص المعاناة من التضييقات والتهديدات والفصل من التعليم والذي بات مشهدا مألوفا مقلقا في المناخ الاكاديمي